من الأسلوب الإيراني أصبح سمجا بالنسبة للذين يتلقون رسائل من هذا النوع وغير مفيد لأنه بالنهاية هي علامات وأعراض فقط لكنها غير مفيدة داخل أروقة المفاوضات وخصوصا أنها لا تليق بدولة محترمة تليق بميليشيات وعصابات بإمكانها أن تكون خارجة عن القانون وهي تلوح دائما بأننا ذاهبون لنكون خارجين عن القانون الدولي ثم أنه ماذا يفعل الوفد الإيراني في فيينا في حضرة الاتحاد الأوروبي وبحضور غير مباشرة للوفد الأمريكي فيما بعض السفن هنا وهناك إيرانية تتحرش بسفن أمريكية في شيء من الصبيانية في هذا الشأن لكن يبدو أن إيران تمتلك معطيات من خلال خبرتها التي أشرت إليها أستاذ أنه بإمكان هذه الإشارات أن تؤثر نوعا ما في معنوياتها ومستوى التفاوض الحاصل مع الخصر لكن على أي حال هناك بو شاسع بينما يعلن في طهران وخصوصا على لسان الرئيس حسن روحاني من أن هناك تقدم مهم في فيينا ما يعلن على لسان عباس عراقجي من أنه أيضا ذاهبون إلى مفاوضات حقيقية وأنه مبدأ رفع المفاوضات ورفع العقوبات قد تم تماما وبين هذه التحرشات التي لا تفهم من قبل القواعد الدبلوماسية الدولية ولا حتى من قبل الأصول البسيطة للتعامل بين الدول ترجمة نانسي قنقر